هذه الجائحة عندنا عكاسات كثيرة على الأمن القذائي بجميع الدول. لكن أولا نبدأ بالقول عن هذه المنطقة العربية كانت في وطع أمن القذائي ليس بالجيد حتى قبل الجائحة. نظرا للأزمات والحروب التي تمر بها. وهناك اليوم أكثر من 50 مليون شخص يعانون من قدام الأمن القذائي في المنطقة. وفي الدول التي تعاني من هذه الحروب اليمن والسوريا والسودان وعدم الاستقرار والعراق وأكثر من 30 مليون شخص في حالة أزمة قذائية حتى قبل هذا الجائحة الكورونا. جائحة الكورونا ستؤثر وتؤثر على الاقتصادات بشكل قوي جديدا. أولا هناك انتماش اقتصادي في جميع الدول العربية مثل الدول الأخرى. وانهيار تام لقطاع مهم مثل قطاع سياحة وتراجع للقطاع الخدمات على العموم وقطاع صناعة وتأهيذ كذلك على قطاع الجراعة. لكن في هذه الصورة القاتمة زيادة عدد من يعانون من البطالة وتراجع الدخل القومي لجميع الملدان العربية. وانهيار أسعار الصرفة أحيانا في الكثير من الدول. وكذلك أسعار المادة الأساسية المصادرة الأوي. هذا كله عن ذلك العكاسات. نحن ننصح الآن الحكومات أن تأخذوا موضوع الأمن القذائي أن تجعله الأولوية القصوى في هذه الظروط. لأن الأمن القذائي هو أهم شيء ما بعد الصحة ويجب معامل القطاع الزراعي والعاملين فيه مثل معامل معامل العاملين في القطاع الصحة.